وصفه بعضهم بالسقوط الأخير استشهد من يرى اجتماع العقبة الأمني بتلك العمليات التي ينفذها من سماه نتنياهو بالذئاب المنفردة في الضفة والقدس والتي تخلف آثارا نفسية أكبر من تلك الآثار المادية على مستوطني وجيش الاحتلال يهتساءل بعضهم عن جدوى اجتماع قيل إن الهدف منه التهدئة في ظل إعلان قادة الاحتلال تمسكهم بخططهم الاستيطانية التوسعية على حساب أصحاب الأرض في الضفة الغربية توجه يعطى المستوطنين الضوء الأخضر لاستهداف الفلسطينيين بالقتل والحرق مع تخاذل المجتمع الدولي وتقاعسه المتواصل عن نصرة الشعب الفلسطيني المقهور من قياداته قبل قادة العالم على المساوى الرسمي في دولة الاحتلال كانت الأوامر واضحة من وزير الأمن القومي في حكومة نيتنياهو إتمار بن غفير بإعطاء الغطاء اللازم للمتطرفين الصهينة باستهداف الفلسطينيين وأحراق بيوتهم ومزارعهم وممتلكاتهم بل وتصريحه بوجوب العودة إلى سياسة الاختيالات في ضرب واضح لمخرجات العقبة الداعية إلى التهدئة المشهد ومخرجاته هي شيء بأن اجتماع العقبة لم يكن لتهدئة يسعى إليها كل محب للسلام وهم معدومون في حكومة نيتنياهو الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان المحتلة وأنما يرى المراقبون أن الاجتماع يرتب أوضاع الضفة في حقبة ما بعد رئيس سلطة الفلسطينية صاحب 87 عاماً والذي يعاني صحياً في الأيام الأخيرة الواقع السياسي والاقتصادي الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل تماهي سلطة مع رغبات الاحتلال يدفع الشارع الفلسطيني في الضفة وغزة إلى خيار المقاومة بعد أن أصبح الخيار الوحيد المدفوع بحق البقاء والكرامة ترجمة نانسي قنقر